اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن خلال هذا التطبيق ممكن تنزل بيه اخبار عن المدرسة الجدول مع الامتحانات اسماء المتميزين هذا الشهر على فكرة هذا الشيء اذا صار حتى الناس الفقرة بعد ما تحتاج كل فترة تشتري دفاتر وقلام ومساحات حتى المدرس من يشرح على السبورة على فكرة اسمها السبورة مو سبورة يجين واحد يكتب لي سبورة سع سع ماكو شي لك بابا بالسين بالسين مو بالصاد ليش يصير محصور مثل الحسرة اسموها حسرة انا بداخلي حسرة مطربين بداخلي حسرة شبيرة حسرة حسرة بالسين السبورة بالسين حتى المدرس من يشرح على السبورة بعد ما تكتبون وما تنقلون منه مجرد اطلع الايباد اطلق للسبورة صورة مو صورة لك ها هنا صورة بص هذا المره صدق مو تسمي الصورة صورة فهاي الفكرة رح اطور الدراسة بشكل مو طبيعي تتفقون ويايا لو ما تتتفقون هاي فكرة الحلقة اليوم رح اشوف افكاركم وهاي افكاركم رح اشوف نفسي اتفق وياها لو ما اتفق يلا لك انت اروح جيب حلويات وتعلبه وعلى ويهل ما ينشبع منه يا اخي هذي شين هذي العصري سوي جالي اول فكرة اجتني تقول لي اشوف لو يغيرون الزي المدرسة مو احسن شوف هما ليش سووا زي مواحد بالمدرسة يقول لك من باب التنظيم والترتيب ما تعرف اش دخل الترتيب بأم الزي المواحد قانون ما تعرف منو حطي عبالك دين يعبون طوبة لازم يلبسون نفس اللبس حتى لحد يتيه الثاني طالب لابسه بيه طالب لا طالب حتى ما انت لبسه بيه طالب هايش طالع طالب اتيه يعني هو الطالب غير داخل المدرسة حتى ينجح هاي السوال فب شنو راح تفيده سهبته شهبته فه فه ماكو ماكو جاوب ماكو جاوب اعرف ماكو ربط يعني انا ممكن اصير لك طالب متفوق وينبس لك بشقك كلش طبيعي ثاني سبب راح يقولولك احنا خلينا زي موحد بالمدارس حتى مايصركوا تفرق بين الغني والفقير فكلهم يلبسون نفس الملابس هيعود شنو هو مسوي انجاز يلبس كل الطلاب نفس الملابس حتى الغني مايتنمر على الفقير هاي بمكان ما تعلم الغني يحترم نفسه مو هتشوت هكذا تقضي على التنمر ألبسهم كلهم لاناني دولة طلبة غاسلي جي منهم او ما اعلمهم على التربية ايهو هذا تفكيرك شونا تريدني افسر الزالفة انت دتحارب بشي بشي غلط المفروض تدرسوا الطلاب مو بس على العلم اتدرسهم على شلون يكونون اوادم لأ انت لصتها وما قدرت تصيدر على الطلاب فلبستهم نفس اللبس حتى تتوقف التنمر مقضيها بس تدرسوهم رياضيات وكل شوية امتحانات شهرية تخيل يسوي لك امتحان شهري واتصالك اسبوع من داوم شم سرعة ايجا الشهر المفروض تسميه امتحان اسبوعي امتحان شهري باشر عيدكم امتحان شهري وبعد نالي شهر بمداوم شلون تسوي الامتحان شهري اقنعني بس بهاي فالحين ماكو درس اسمه تربية درس اسمه تربية ماكو ويهاي اهم شي بالانسان ماكو انا داسك تنجح تنجح ما تنجح انا مااخذ راتبي فاني اتفق وياكلوا يلغون ازاي الموحد اذا كان من باب هاي الافكار اللي بعدو اشوف الحيوانات مثل البلابل لو مايحبسوها بالقفاص احسن هي ولطيور اتفق اتفاق شديد خصوصا الطيور خطيئة يعني حابسيهن بقفاص وعندي مقولة شهيرة تقول لو الطير فعلا يحبك ما كان حطيتها بقفاص بس حطها بقفاص لان تخافي ينهزم منك هذان الكائنات الله خالقا حتى يعيشا بالطبيعة شنو المتعة من تربيهن وتحبسهن مرة شفت واحد بالشارع حاط عربانة ومخلي بها قفاص شبير حابس بي عصافير وشنو تتوقع شغلة هاذا هاذا شغلة تجي انت تطير ربع دينار يطير لك عصفور يعني تشتري حرية العصفور ربع دينار شلون شغلة تعبانة تخيل ماكو ارسانية يوك يوك فاتفق وياك اني ضد هذا الشي مو بس الطيورة اصلا كل الكائنات ما حب ربيهن خلي ربي روحي بالبداية وبعدين ربيهن قول لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام عشر مرات اتحداك اش دخل هذا بمضوع الحلقة مادرا هايكوناس يجي تكتب لي دائما الرسائل وعبالك هما كوميديين لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام لحم الحلال حرام لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام لحم الحمام حلال ولحم الحمام حرام لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام لحم الحمام حلال ولحم الحمار حرام لحم الحلال لحم الحلال لحم الحلال واو 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 لحم الحمام حلال ولحم الحم وات تعال اقول لك عيني ترى لحم الحرق بعاني يا الله انت مسلت تعال عيني اقول لك عيني أولا عزيزي الذكي لحم الحمار حلال مو حرام بس مكروه افتهمت ما أصدر لحين 24 ساعة أكل لحم طاية بدون ما ندري ما أكل لحم حمام شو ما أدريك القصابين ما يغشونه ما تدري يمكن أنت ما أكل لك حمار ونص بدون ما تدري أحس الكرة الأرضية إذا صارت دولة وحدة راح نستمتع شوف إذا صارت الدول كلها دولة وحدة ما راح لقدر نسيطر على بعض الحكومة ما راح تسيطر على الشعوب القانون يضعف بشكل شبير يعني شايف من يطبقون شعبتين بصف واحد شي يصير شقد الصف يصير هوسة المدرس أصلا بعد ما يقدر يسيطر على الطلاب نفس الحالة هنا هو طبيعة الإنسان يحب يحيط نفسه بجدار حتى يقدر يسيطر وهذا الحد شي قبل آلاف السنين كانوا القبائل هي شي يعيشون يسوون حتى ولو قرية صغيرة يعيشون بيها وحدهم لأن هاي طبيعة الإنسان ما يأمن أنه يطب له واحد غريب لأن مثل ما تعرفوا إحنا مو ملائكة إحنا بشر ممكن يطبولك ناس مو زينين يسوولك مشاكل فأني ضد هاي الفكرة وما أتفق إحنا راح يوحدنا واحد كلنا من تضريه وهو محمد المهدي عجل الله فرجه هو اللي راح يوحدنا ويسوينا دولة وحده يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا الله متى ترانا ونراك أشوف لو الدكتور يرخص الأسعار أحسن حتى أجر إليه والله يوفقه بحياته هاي طوان تتحكي يا أجر يا بطيخ عم الناصب هذا الوقت قامت ما تدور أجر كل من يقول يا جيبي وبعدين هو الدكتور شدي يسوي أنا راح أتخبل أنا راح أتخبل أنا راح أنجن هو الدكتور شدي يشتغل عوفك من هذول اللي يسوهم العمليات وعوفك طلع لي منهم دكاترة الأسنان ولا هم هم مشمولين بس خللي نقول لأن ده يسويயا للسنة تحدف تعبيده أقو دكاترة أصلا بس دوا يكشفون تقعد يمه إيه بابا ش تحس والله يستعبات يدي توجعني هاي إيه شو ب flawed رفعها إيه رفعتها شو برضه نزلته إيه نزلته كتاب لك علاج أطاك ورقة شقد الكشف يا مال تون 40 ألف مثل الورد أو 25 ألف مثل الورد تتفع لها معجونية زين يابا ليش ليش ما تعرف إش سويت إنته بس بواعت عليه وكتبتلي علاج إش خسرت إش ده تطلع فلوس البانزين مثلاً لو ده تطلع فلوس النظر مال عينك هيا تسعب لك خمسة أمبيرات بالزايد حتى السبلت اللي حاطة بالعيادة ما يتحمل ما يشتغل يعني ده سويت الكشفية بعشرة آلاف مثلاً إش راح تخسر ما تخسر كل شو ما راح تخسر والله شو ده تطلع تعبك علينا لأن انت درست فوق ال 16 سنة سهراء وان شاعلين أكواعد يقول لك سير الدكتور ما حتضربك على إيدك آخ أيها بي ما حتضربك على إيدك والله لي تعبان بالدراسة شونه تعبان بالدراسة تقط العالم والله مرة تصمع نقول هذا الفقير من ينه يجيب طيب يا الدكتور يقطك بـ 40 ألف إنه بيظل مشلب بيك روح يسوي لي تحليل من فلان مختبر يطلع متفقه يا أبو المختبر متفق يقصبك أبو المختبر 80 ألف تطلع من أبو المختبر ترجع للدكتور يقول لك طيب يا حبيبي دلوقتي عايز منك تحليل دم تروح لأبو التحليل يقصبك بـ 50 ألف ترجع للدكتور يكتب لك العلاج يقول لك روح للصيدلية هاي الجواية متفقوا يا أبو الصيدلية ايه قاتب لك خاطمة مفهوم مش يخبط على الورقة بس أبو الصيدلية هذي يفتهمها تفتر على كل الصيدريات ما يفتهمونش مكتوب بس الدكتور أبو الصيدلية متفقين فوق القط متفق فلوس فلوس كارثة كارثة ذول الأطباء كارثة بالعراق ما حد يفكر بالفقير شو رح تقابلوا الرب العالمين باتشر عقبة لازم الدكتور يقلل الكشفية ولازم الحكومة تتدخل وتحدد سعر الكشفية وذا سوت هذا الشي الحكومة بعد ما حد يشتغل الدكتور لأن كلها على مدن موني موني ما بريدك تصير دكتور ليش ما بريد حتى تفتخر بيك تشذاب حتى تحصل الفلوس وليش الدكتور صار مفخرة على مدرات بي على مدن الكشفيات الترقية عمالت ايه هاي المفخرة باقتصار لا تغرر لك الشاكيتة البيضة وانا مينة ماكو كلوات لو أتحداكم هسة خلي يصير كشفية الدكتور 2000 دينار أبو كذا قلت لي بابا أنا منك برسيل الدكتور يقول لك تشاب تيتخزيني ابن أبو جبار يصير دكتور شو يقولوا عني العالم هاي هاي يصير هاي باقتصار هاي القاعدة باقتصار هذا الواقع الناس ما تحب الواقع سيطلع يوعد يقول لك خلطان سا شا 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 ما تحب أنت المواقعي مواقعي تمثيل تمثيل كلكم تمثيل كلكم ممثلين أموما الرب العالمين موجود وإذا مرثته فهو يشفيني والله ليه عوزنا عليكم أشوف كباب الدجاج أطيب من كباب اللحم صدق تحشدته أصلا منه هذا اللي يخترع كباب الدجاج منه ترى الدجاج أصلا ميرهم يصير كباب ما عرف شلون تأكلون كباب الدجاج تحس بي طعم تايد ما عرف ييتش بي طعم بارود تحس أميرهم ما عرف شلون أشرح لك بينما اللحم تحس أصدق يرهم يكون كباب خصوصا مني يكون الكباب مليان ليه ويطلع الشيشي نقض دهن أولي وياك رفس وطماطمة شوية تغمس بيها وطرشي يم 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 مين هس أجيب الكباب بالله ما اتفق وياك صديقي أصلا طالب كل المطاعم يلغون وجبة كباب الدجاج من مطعمهم اهتموا بكباب اللحم لأن شوهتوا سمعة الكباب أصلا ماكو دولة بالعالم يتبيع كباب دجاج بس العراق يابا اللي يجيبونا من غير دول عندكم شي يسمى كباب دجاج دجاج يسو كباب دجاج يشيشو تا بس تخيل بس تخيل كتبولي من غير دول عندكم شي يسمى كباب دجاج السعودية كباب دجاج عندكم بس يطلع عندهم يفشلوني لو يخلونا نتعلم مادة الدين في بيتنا أحسن من أنو نتعلمها في المدرسة بما أنو عدنا أهل يعلمونا الدين وأحكامه لأن حقيبة المدرسة تصير ثقيلة نبي نخفف المواد ها تبي تخفف المواد مو تبي تخفف المواد وما لقيت غير كتب الدين كتب الدين اللي الله أصلا خلقك على مود الدين وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون هذول الناس عبالوا مهيت شي الله خلقنا على مود بس ناكل ونشرب ونروح للمدرسة ونرجع ونلعب ونتوني سنبوه عندنا فيلم لك كم عم صدق تحكون لك الله خلقك بس على مود الدين أنت موجود بسبب الدين وده تختبر على أساس الدين أنت حياتك المفروض تكون كلها دين وبعدين أكو أحلى من أنو تسمع كلام الخالق اللي هو كلام الله سواء بالقرآن الكريم أو بأحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شو كل كلامهم حكم ومواعظ حتى الشغلات اللي الله حرمها فحرمها على مود مصلحتنا بها سبب محرمها هيتش على مود لا شيء فكلام الدين أصلا كلها علم هاي أدى أنت تشينة تحب العلم أصلا فأحب أقولك الدين هو سيد العلوم بسبب الدين انخلق كل هذا العلم اللي أنت هسا قاعد تدرسه فما أتفقوا إياك نهائيا لأن أنت أساسا المفروض تدرس بس دين وباقي المواد يتشكلها كلك باختصار بالنسبة لو تقارنها بالدين وباقي المواد كلها ماضية على الوقت أدى قارنتها بالدين أشياء غير ضرورية البشر اختراحها لا أقولك ولا تقولي يعني أنت تفضل تشيل كتب بها قوانين البشر اختراحها مثل قانون الجاذبية اللي اختراع عن يوتن وما تريد تشيل به كتاب جاب إليك أفضل إنسان بالدنيا اللي هو النبي محمد اللي إحنا انخلقنا أصلا على موده تفضل كتاب التاريخ بشخصيات متس وفلس قاعد نقرأ قصص حياتها اللي مالها داعي وتفضلهم على النبي والقرآن الكريم شحت شوياك معرف مش لقوم بنا الببسي أطيب من الكولا تعال بابا تعال 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 جدا سمعني شنو ها التلوث شنو الببسي أطيب من الكولا لش هو الببسي أصلا شنو شوف حبيبي التاكو خربطة بالسيستم عندك لازم أصححها إلك شوف حبيبي هذا الببسي هاي قوطية الببسي اللي إحنا نشربها تعرف شنو بداخلها بداخلها مشروب يسمو كولا هذا المشروب هذا المشروب اللي بطن القوطية مع الببسي الشا哈哈 الحاي القوطية شا اسمها spoil فها القوطية شا اسمها pipeline Laboratory AA فشنون تقول للبيبسي أطياب من Almighty ويبoop البيبسي إصلا اسمها كوكا تمام هاي الشركة بيبسي ببطنها مادة اسمها كولا وهاي الشركة كوكا ببطنها مادة اسمها كولا فهاي صارت بيبسي كولا وهاي صارت كوكا كولا واثنين عتيني يقدمون نفس المشروب اللي هو الكولا افتهمت فاتمن تقولي البيبسي اطيب من الكولا معناها قلت لبيبسي اطيب من نفسه قاعد تفتهم عموما اذا قصدك يولا اطيب بيبسي كولا لو كوكا كولا فأنا أختار كوكا كولا لأن الطعام مالتهب حسى طيب بس البيبسي أحسى أبرد يعني مني تبردين الثياتري تحسى البيبسي أبرد ما أعرف أنا مجربين هذا الشي فما اتفقوا إياك أختار الكوكا كولا تتفق إنه إنت أحسن يوتيوبر طبعا طبعا كل ثقة شوف آني لو مو آني وشوف آني راح أرفع الآن القبعة على هذا المحتوى نعم كل ثقة آني أقول لو البيوت بالعراق يلغونها ويسوون مجمعات سكنية مثل تركيا والدول الأوروبية طبعا هاي الفكرة بالي من زمان تدري هاي الفكرة دا صارت إش قد راح تفيدنا يعني تخيل هس إحنا كل شارع بالعراق تقريبا نقول بي 20 بيت صح لو لا يعني 20 عائلة بكل فرع بينما لو لغوا البيوت وصارت بس عماير وبنايات راح بمساحة بيتين تعيش 20 عائلة لأن هاي العمارة راح تصير كلها شقق وهاي العشرين عائلة راح تعيش بهاي العمارة فشوف التشقد راح تفرق عندك مساحة نقدر نستثمرها بكوما أشياء العراق لو تبوعها من فوق كلها بيوت كلها بيوت ما تلقى لا مزارع لا بساتين لا مزروعات لا ماكو عكس ما تروح لغير الدول تلقى نسبة الخضار أكثر من نسبة السكن ليش؟ لأنه كلهم محشورين بعمارة وحدة يعني عمارة بصف عمارة بصف عمارة عايشين بيه مثلا نقل شي 80 عائلة عكس نحنا كل من ما أخذ لبيت العمارات إذا صارت بالعراق بشكل كلي راح تفرغ عندنا مساحات هاي المساحات نقدر نسويها عبارة عن مجمعات سكنية نقدر مثلا نسوي مجمعات سكنية نجمع العالم أو نحصرهم بمربع على شكل عمارات هم ما يأخذ مساحة والمساحة اللي راح تزيد راح نبني بيها مثلا مستشفى أو عيادة طبية ومحلات كل مجمعة خلي بيه عيادة ومحلات واسواق هيش أسوي وراح نكبر الشوارع بدل ما متقلص لهاي الدرجة أكثر شوارعنا ضيقة مجمع سكني ابصف مجمع سكني ابصف مجمع سكني شوارع راح تعرم أحطباصات تودي العالم وتجيبهم شوفوا لهاكوبة كل شي تقدر تسوي كل شي تقدر تقلب لك ياها باريس بكل سهولة بس ما دايش تغلون تتفقوا إياي أنه النباتيين أحسن من اللحوميين اتفق بشرط كون هذا النباتي اللي ما ياكل اللحوم لا يقعد ينقهر لي عطلي ليش يأكلوه لأن أكو هيش نماذج متعصبين تخيل حتى البيض ما يأكلوه يقولون خطيئة ما الدجاجة ما ريد ناكلها من عيدها وهذا الشي غلط لأن هاي الأشياء الله خالقها على مود نتغذى منها وياك النباتات مفيدة بشكل أقوى بس الجسم هم يحتاج لحوم عن نفسي أنا بحياتي ما راح أصير نباتي لأنني أعشق اللحوم أذا ما أضرب لي أربع لفات قص لحم وشوية قص لي من فوق اللي أولي وبصمونة كاربائية حط لي فوق شرائح طماطة وشرائح طرشي بالطول وعاصر اللي فوقها هصاص أفش ترى أغلبيتكم يمكن ما يعرفون هاي المعلومة هاني كل شي أحب بالأكل يعني أتونس من ناكل ماعرف شنو أشرح لك هو أنا ونستي بالأكل وحتى من نريد أطلع أتونس ودعبها لك أروح المدينة للعاب أروح أفرفر ويا جماعتي لا 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 حبيب أنا تضيعني تلقاني بالمطعم ما مخلي مطعم مطابلة لا أقول لك ولا تقول لي حتى هاي التطبيقات مالأكل يعني يعرفوني قاموا من يقد ما أطلب منهم الأكل هو السعادة الحقيقية جين شو رأيكماني أكثر القنوات اللي أتابعها على يوتيوب هي قنوات مالأكل أود عباركم أشوف يوتيوبرز لا خالي أنا متابع ناس شغلها بس تأكل أشوف أنه أحسن لك ترجع تسوي أغاني راب مو ما تفوق لأن كبرت كبرت مو معناها كبرت بالعمر لا كبرت بالعقل وإنها كومة أسباب شوفاني أصلا الأغاني صاير ما أحبها بشكل عام يعني أو ما تطربني قامت مثل قبل أصلا صالي قرم مسامع أغاني ويصد شو كتاني أخذ مرة أسمع التغنية هو ممكن أسمع بس مو أنا أشغل يعني صالي هو ما من مشغل ممكن أنه أقعد بيا جماعة يشغلون أغنية أو ممكن أنه أصعد بسيارة لقي صاحب يمشغل أغنية يعني سامع أوكي بس مو أنه أنا يعني أوه خلل أسمع هاي الأغنية الأول لازم أسمع هاي ما عدي تسالفه بس للأمانة لحد هاي سأسمع موسيقى يعني موسيقى مو موسيقى طراب ومدري شنو رقص لا لا بالعكس أحب أسمع موسيقى سينمائية أو موسيقى مال أفلام أو مثلا شفت فيلم معين عجبتني الموسيقى مالتها أروح أبحث عليها وطلحها وأحملها أو مثلا لعبة لعبة عجبتني الموسيقى مالتها وعلى طهر الألعاب أحلى موسيقى سماعتها بحياتي مال لعبة هي موسيقى لعبة باتل فيلد ديم ديم باتل فيلد وان شو قل لكم شباب هاي اللعبة يعني اللي هي الثاني متأثر بيها أبو جبار تطبك على صفحة أبو حاس يقول هذا دي عشي على العب هاي الغيج تطبك تطبك صوت تطبك صوت تطبك حمال والدي قطبك شباب دائما ألعاب الحروب اللي نلعبها نلعاب الحروب بابجي مثلا بابجي تخليك أنه تحب الحروب صح لو لا بينما لعبة باتل فيلد وان لأ خلتك تعيش بالحروب وتقول إحنا ليش قاعد نتقاتل يعني شو بعدية ليش هاي الفوضى اللي صارت ليش هذول الناس اللي قاعد تروح خلتك تكره الحرب نفسها يعني دخلتك بجو رهيب فكل شي حاب أسمع الموسيقى مالتها على فكرة هاي اسم الموسيقى مالتها ابحثها باليوتيوب وتلقى واحد ناشرة مقطع بهاي الصورة أول واحد يطلع لك طب عليها واسمحه وقل لي بلا زح ما هيكي نوع من الموسيقى حلال لو حرام كتبوني بالتعليقات هيكي نوع موسيقى يعني ما بها طربقة ودق ورقة وصو يعني الموسيقى التصويرية باختصار شو تقولون التو حلال لو حرام ما ردي شوف رأيكم الزواج من القرايب أفضل من الغرباء مو شرط النسب مو مهم الأهم أنه الإنسان اللي رح تعيشه إياه رح يكون مناسب إليك لو مو مناسب بعيدا عن إذا كان من أقاربك أو غريب المهم بالثنيناتكم متفاهمين واثنيناتكم عدكم صفات مشتركة باختصار تتشابهون ببعض التفاصيل هو هذا الأهم لأنه على ضوء هاي الشغلات أو على ضوء هذا التشابه رح تنجح علاقتكم فما أتفق أتوقع البيتزا أطيب من الدولمة أتفق وما أتفق الدولمة مو بكل وقت تنأكل يعني مثلا إذا جبتلي بالعشة دولمة وبصفها بيتزا أكيد رح أختار البيتزا لأن أخف من الدولمة أما إذا جبتلي دولمة بالغداء وبصفها بيتزا أكيد رح أختار الدولمة خصوصا إذا كانت بيها ضلوع من جو أولي يابا ذاقي يوم أمي سوى الدولمة شوف أنا كل شي أحب للضلوع بالدولمة شوف أنا لحوم صيحوا لي لحوم أعشق اللحم يما الله علي سويناها مرة ثانية هي سوي دولمة وما سوي بس هاي الطريجة الطريجة شوف عاش قلت لها قلت لها ما رديش تسويلي دولمة أريديش تسويلي ضلوع الطعم الدولمة يعني أريد تجثريلي ضلوع أكثر يعني الضلوع أريد هيصيرا أكثر من الشغلات اللي تلفين بالدولمة يعني هي مجرد ضلوع بها كم حبة من الدولمة فهمتوا الفجرة؟ يابا شو طلعت يابا يا الربع فتشي فتشي سويها يوم تشارب وتشويها قلنا أعزم المتابعين كلهم ببيتنا لك اليوم على الانستقرام على طال انه أعزمكم كلكم ببيتنا نشارة بوست ممكن ورا دقيقتين شفت لايكات 13 ألف لايك فصفانت قلت لها الأمي هذول 13 ألف إنسان شوف 13 ألف إنسان داس لايك تخيلي بس تخيلي هذول 13 ألف إنسان هذول جيبهم ببيتنا يكفون له لا فصفانت قلت يومها 100 يكفون 13 ألف باش لعد باليوتيوب شقد ديم عدد المتابعين راح يسنونه 8 مليون يعني أكثر من عدد سكان قطر بچي يعني دولة دولة يعني شباب دولة أنا أشوف لو يلغون سالفة بالمولدة ويخلونا بس على الوطنية أحسن ببدال ما أنطي هاي الفلوس لاب المولدة للعلم ترى بكل الدول الناس تدفع فلوس للحكومة على الكهرباء يعني تجيهم كهرباء 24 ساعة ويقول لك إنتش قد ما تشغل بالبيت إحنا نحسب عليك فلوس تريد تشغل لغوية 24 ساعة إحنا نحسب عليك فلوس تريد ما تشغل هين راح تجيك ضرائب قليلة على الكهرباء فالناس بغير دول تشوفهم طبل الغرفة شغل الضوة أول ما يطلع من الغرفة قبل يطفي اختصادين من ناحية الكهرباء ومحافظين على كهرباءتهم حتى مولدات الطاقة عندهم ما تتعب لأن الناس كل ما تشغل كل ما تطلع عليهم ضرائب وفلوس أكتر فإعنا ليش ما يسوينا هذا النظام بالعراق إنه يخلونا كهرباء مستمر على طول وبدل ما ندفع لاب المولدنا ندفع لكم وهم نقوم من شغل لضوية وعلى كيفنا وهم ما راح تطق الوطنية شافين الوطنية ليش تطق بعدنا بالعراق دائما الوطنية تطق وبنص الشارع ويصير حريق ليش لأن الناس أول ما تجي الوطنية كل شي تشغل وما يصدقون تجيهم الوطنية وماكو ضرائي وماكو فواتير تيجي عليهم الكهرباء ماكو قبل جيت تشغل وكل شي وطقت الوطنية فبن تجي الوطنية بابا بنيا بشغل المجبدة والثلاجة شغل وشغل ماطن وشغل الدنيا شغل سزمية شغل فأكيد يصبح اللود على الكهرباء والطق الكهرباء فاحنا شلون نحافظ على هذي الشي لازم نلغي المولدات وندفع للحكومة فلوس بس خطيئة للمولدات رح يديحون عدي صديقة هنا عدة مولدة هذي شلون هذا والله خافي طوك المفروض الحكومة تستثمرك وتشغلك بالكهرباء سخنت يا عياله بس لا رح سر بيها فلاونزة بحس روعي من شور أصلا أصلا حتى الراس يداحس في وجاني لا الكعبة بس لا رح سر بيها فلاونزة هتخبران من هاي السارفة شباب وخشمي ينسد بالليل ونام على هجي ينسد هاي الصفحة ونام على هجي ينسد هاي الصفحة وماي جود شي صر بيها وماي جود قحيت قحيت لو أكو فدقالة خاصة بصنع الفلوس يقدر أي شخص محتاج يروح يطبع فلوس اللي يريدها هيش الفقر راح ينتهي والسرقهم حتى انتهي اي حتى بهاي الحالة الفلوس تصير مالها قيمة والناس تقوم تتعارك على أكل ونرجع قبل ألفين سنة نتعامل بنظام يسمون نظام المقايضة يعني يطيك كيلو طماطع تطيني كيلو خيار نقوم مالراوس فلوس مالا قيمة شير الفكرة تعبوانا أكيد ما أتفق الأنيمي أجمل من الأنيميشن يعني بشرفك صديقت تحتيه يعني هذا أحلى من هذا بشرفكم قدته أسدت احنا خلنحكم شنو أسعوبكم من القصة هذا الشكل أحلى من هذا الشكل هذا أنيمي وهذا أنيميشن انت كمشاهد حكم من الصورة مو هذا أحلى الأنيميشن اللي مثل هذا تكون عبارة عن أفلام مايلة للواقع من ناحية التصميم وحركة الشخصيات وشهر شركة أفلام أنيميشن هي شركة ديزني أما أفلام الأنيمي اللي مثل هذا أو مسلسلات الأنيمي تكون عبارة عن كارتون ياباني شلون المحقق كونان أو عدنان ولينا كل هذن يسموه الأنيمي باختصار هذن يطلع على سبيستون أكثر يتن عكس أفلام الأنيميشن الرهيبة مثلا عدتكم فيلم موموانا أو فيلم توي ستوري أو فيلم نيمو فأني ضدك طبعا ما أحب الأنيمي أحب الأنيميشن تعرف ليش أولا الأنيمي ياباني وحس ثقافتهم تختلف عن ثقافتنا وحتى لغتهم كل شي ما يفهم منها ما متمرس بيها عكس الإنجليزي 24 ساعة دائر ما دائرنا بالإضافة إلى الرسوم الرسوم بدائية كلش قديمة يعني مثل سنديبال بضبط أنا شايف كارتون سنديبال نفس الحركة ومني يضوج يطلع هنا ثلث خطوط يام رأسها ومني يعرق ويشي وعن هيش يتقوم ترجف يشي يتعلم هيشي يشي يقوم يساوه والله ويشي تطلع لغتا قريبا على ويشهو تطلع منه يشي مثل المدرجين والصواعق منظره ودراغون بول مثلا عكس الإنجليزي 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 كل فيلم تصميم يختلف حتى الشخصيات بين فيلم وفيلم تلقاه غرشي تلقاه حيوانات تلقاه مثلا بشر تلقاه حتى تصميم البشر يختلف عكس الإنجليزي الإنجليزي كلهم نفس الشخصة كلهم يشوفون المحقق كونان شلع قلع والعلمكم الإنجليزي اللي أنا أحبه داما الشركات تسوي إلك مدبلج عكس الإنجليزي ما حد يحترمك ياباني ما يحترموك غصبا ما عليك تروا تشوفها مترجم الإنجليزي يسوي الكاميرات مصري يسوي الكاميرات فصحة فشي رهيب هاي ما عدا القصص ما للأنيميشن أويلي مناسبة لكل الأعمار وتأخذ منها كومة دروس عكس الأنيمي اللي مرات تكون مشاهدة أكثرية للكبار فقط الأرض مسطحة وليست كروية إيه هاي نظرية جبتها من جيبك ماكو دليل علمي على هذا الشي شكو واحد يقول الكرة الأرضية مسطحة خلي روح يطق لصورة الحافة الأرض وين الحافة؟ نهاية الأرض وينها؟ نهاية الأرض تطق لصورة ليش ما حد واصل اللي هناك؟ كل ها التطور ما戴ه يفلت ويروح الناية الأرض يطق لها صورة ما سري揚 صورة وهو دليل ثاني يثبت لك الكرة الأرضية مدورة على سبيل المثال ihnى تقدر تروح إلى أمريكا من جهة إيران ذاتها بالعراق من جهة إيران أو من جهة الصين وبنفس الوقت تقدر تروح لها من جهة السعودية ومصر وهذا يثبت لك إنه الكرة الأرضية مدعب له تقدر أمريكا مثلا ل considering تريدها منها تقدر تريدها منها اشتهمت فما اتفقوا ياك عزيزي انا اشوف البشرة السمراء احلى من البيضة كلش هاي انتهي تشوف تعرف ليش لان انت تباوع فقط على المظهر ما تباوع على جوهر الانسان داخل الانسان هذا لان تهتمون الشكل الانسان اكثر من داخل الانسان الانسان الاجمل هو صاحب الاخلاق الانسان الاجمل هو اللي يمتاز بالكرم الانسان الاجمل هو المسامح الانسان الاجمل اللي ما يتشذب الانسان الاجمل هو اللي يحس بغيره الانسان الاجمل هو اللي يخاف من الله هنا يتكون الجمال لا تقولي لا شكل ما جزازة في جزازة يدورون حلوين باختصار الكوريين احلى من العرب هاي رجعنا يدورون نفس اللغوة شوف هاي المقارنة حتى اذا اريد اخذها على محمل الشكل وانزل المستواك ودور شكول حلوة حتى حبهم وفضلهم على غير اقوام فهم راح اختار العرب تعرف ليش لان خاتم الانبياء وسيد الانبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو عربي بل هو سيد العرب وهذا شرف لنا ان احنا طلعنا عرب هذا المفروض نسميه فخر او نسميه فخر العرب مو اللاعب محمد صلاح يصيحوله فخر العرب عبالك مخترع الكنافة وقلنا خلق لاعب شبيكم الغاء المواكب لان تعتبر مصادر ازعاج شبير او يسوون مكان خاص للمواكب وما يفترون بالمناطق هاي الهدرة جزاعشتك المواكب هذا ما يعجبك تقدر تشيل بكل سهولة دعش متوقع اقول لك يا بي ش عندك ظالب هالزعاج حضرت جنابك ثانيا هي مرة واحدة بالسنة لو هاي ضايج لين على الامام الحسين عليه السلام سيد الشهداء اللي الرسول يقول بيه حسين مني وانا من حسين احب الله من احب حسين شوف شوف الله الله بنفسه يحب اللي يحب الحسين ثانيا تدر هاي المواكب اش قد توكل ناس فقرة اطول سفرة بالعالم ممتدة من البصرة الحد كربلاء المفروض تدخل موسوعة جنس للارقام القياسية كاطول سفرة بالعالم ما صايرة بكل الدول هذا بحد ذاته لازم كلنا كعراقيين نفتخر بيه من كل الطوائف هاي لو غير سالفة او احتفالية كان طلعت تدق وترقص تدق وترقص عادي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول كل عين باكية يوم القيامة الا عين بكت على مصاب الحسين الرسول بنفسه كان يبكي على الحسين الرسول بنفسه كان يكون باقل موكب هم بنفسهم احفاد الحسين هم بنفسهم اسسوا المواكب اللي هم احفاد الرسول اللي هم اهل البيت والله ذكرهم بالقرآن انما يريد الله ليذهب عنكم الرجسة اهل البيت ويطهركم تطهيرا فشلون الناس مطهرين يقومون بانشاء المواكب اللي هي المفروض تكون ازعاج الحظرتك وتتريد تمحيها مسلم يسحب انته ما داعرف ثانية تقدر تعتبرها تقوص عيني تقوص مثل ما تصير بالهند الهند 24 ساعة يومية احتفالية يومية يطلعون يدقون ويلطمون ويرقصون شو ما عاد يحكي اهم شو ما اخرت بلدهم كوم الدول اوروبية عندهم تقوص يسوها كل سنة غرائب اشكال والوان شو ما رجعتهم لي وراه لو هاي بس للمام الحسين عليه السلام تبت هي مشكلتي تبت اخيال ثاني كرة القدم باب رزق وليس للمتعة فقط ايه صحيح على اساس اللاعب نازلي بيع لبلمي بالملعب هو نازلي يتمرن ويتونس ويلعب ويكرف فلوس شبيك بعد شوية تسونوا الطوبة دين دين هي اللعبة حالة على كل الالعاب اللي اخترعها البشر حالة على الكرة السلة اخترعوها البشر وحسام الرسام نزل عليها البوم وسواها قضية وطن شفتوا لاعب بالملاعب يلعبوا ايده على جرحة هيش يجدد خيالة ولو ايده على جرحة كان منزل كان صار مصابه وطلع على المدرب شبيك شبيك حسام ما تقولوا شبيك تضحك علينا التو الشاعر توضياء الميالي من كاتب اضياء الميالي لو منو المشكلة بحيث اذا ما تشجع بلدك كلها تعيرك انت ما عندك وطني انت ما عندك وطني طبع المعد وطني والله ساعب ساعب مولد وما اشجع بلدي شوني يعني قابل الله بيوم القيامة راه يحاسبني اصلا يتو الملاكة صافني عليكم يقول دوليش داي ساون دوليش داي ساون بيوم القيامة بش راعة تفيدكم هاي السوالف ليش محسسيني هو فتشي ديني عاديا يا عاديا ما عندك غيره ما عنده غيره ما يشجع بلدي جاب الغيره بالنص حتى من العراق شبيك اصلا هاي السوالف كلها اخترعناها حتى نلهي بها نفسنا الحد ما يخلص عمرنا ونطقتقن عالاتنا ونولي باختصار هاي السوالف ما الطوبة وسوالف واسو كم اشان اللهت بالحياة كم اكشارات بالمجتمع اخترعناها حتى بس نش نلتهي بيها فقط طالا اكثر ايه احنا سونا على قوانين وعادات وتقاليد وما عنده غيره ما يشجع بلدي وشفتوا لاعب بالملاعب يلعبوا ايده على الجرحة ويجيبوا الكاز جيبه وهلا 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 وكلها ترقص روحش كبرى مجد كلوح شكبرة وببوعك هاي الش اللمعلقة قول 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 شكبرة تحشيش لوت بوع على العالم من فوق من الكرة الأرضية تشوفهم ملتيعين بس والف ايحبت يوانا شبيهم دوليا هاذ взهم ديش هاون شبيه jeune شيو هاذو شكبرة يبقون مصدر رزق عبالك دي بيعون فلافل هي الطوبة اخترعوها البشر سنة 1857 شوفونا ادي معلومات اكثر منك قلت لي طبعة طوبة وبتلينا بيها اخترعونا وبتلينا بيها اكوا اسباب دا تصير تخلينا نخسر رحمة من رب العالمين لانه كوناس قاعد تضرر بسبب طرق الاحتفال اللي نسويها كوناس قامت تدعي انه نخسر حتى بس ما تصير هاي السوالف مش بيكم ما شايفين طالع بس وطح شبيك والله شواربك اللي هنا شبيك 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 يا معود شبيك يا معود قول يا شبيك 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 يا شبيك يا معود صدك تحشدت امرعبال اتمرعبال شبيك وهاي العركات اللي اصير بالتعليقات على موديل نوادي واحد يغلط علوق ومدرجين وهو سوينه بكل وعد شطولة شطولة تشوفة تشوفة بش شطولة لابس دجداشي وتعالك على طوبة ايش بيك ايش بيك ايش بيك يا معود يخلفي ومرتة اتغالا ربي يبقى شبيك لك والله اتخبروني شبيك ها سيستمتع بيها وعلى عيني وعلى راسي ولا انا مسيقتنع بيها على عيني وعلى راسي استمتع بيها تتعالك ليش ايش بيك بس فهمني انا يا还有 دفتهم انسان علي زفتهم ايش بيك ايش بيك بحيث اكبر من اللي حيتي وزعطوط يتعارك طوبة طوبة وحتى لو دريت بوحا من باب المتعة فهي نفس السيناريو لو فريق فائز لو فريق خسران لو تعادل لو جزاءات نفس السيناريو عبا قد يشوفوك مسلسل يومية عاد صالها ميتين سنة نفس السيناريو هذا قول على هذا هذا قول على هذا واحد انكسر طلع طريد كلها قدام نشوفها صارت جزاءات فلان ضيعتو نفس السيناريو مقشي جديد بدأت مباعلوتين قوللي 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 قول المعلقين قولي قول لحشbul هب وات وات هbersدل هيو منا اهتمامكم يعود شب LOOK صب pró شبك اه طفت الكهرباء شوف مو قلت كمان معدي وطنية مو معدي وطنية مو تقولوا تليش متشجعي العراق معدك وطنية هاي شوف معدي وطنية طفت الكهرباء يلا لقو منا خلصة الحلقة صحيح شريكم بالفيديو تحبون نسوي لكم هاي سلسلة اتفق او لا اتفق تحبون نسويها سلسلة كيفكم يلا حبيبي يلا واحد يبوع بالكاميرا يلا يعد الشعرة يلا تطلع هيني تطلع خلص الفيديو روح باع طابة روح روح كفشي ترعى قلبي ناسي واشا ذكرته يلا احتيها الاولاء يلا بعد افتهمتيها يلا قومي قوموا بابا خصة تحقق قومي تفتهمتيها بعد